أخواتي وأخواني ممثلي مؤسسات مجتمع المدني واقعا لا بد أن يكون الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كلمة في هذا التجمع لأنه يمثل غالبية شعب البحرين الذين دأبوا ويتشرفون أن يكونون عمالا فباسمي وباسم جميع الشرفاء من عمال البحرين الذين قلدون شرف تمثيلهم أمام الجهات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني أؤكد على الثوابت التي انطلق منها مؤتمرنا التأسيسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وميثاق شرف العمل النقابي الذي نص على أن قضية فلسطين هي القضية الأولى في سلم أولويات وثوابت الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأن حق شعبها في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف هو حق أصيل لا يمكن لأحد مهما امتلك من الغلبة والقوة أن يغيره وذلك أن نواميس هذا الكون هي الأخرى غير قابلة للتغيير فالحق واحد وواضح وثابت والباطل متعدد ومتلجلج ومظلم مهما حاول البعض تلميعه أو تطبيعه وإذا كان البعض قد تجرأ وأعطى لنفسه الحق في التكلم نيابة عن الشعوب التي هي ضمير ووجدان الأمة أعطى لنفسه ما ليس له وأعلن أن قضية فلسطين لم تعد الأولى بالنسبة له كما لم تعد من أولوياته فها نحن هنا نؤكد ونقول وليسمعنا كل العالم من شرقه إلى غربه أن فلسطين ستبقى كانت وستبقى قضيتنا الأولى ضميرنا النابض بالحق والراية الخافقة التي نجتمع حولها كأمة عربية وإسلامية وأن وعد الله لا محالة واقع لتدخلن المسجد كما دخلتموه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرها فلا غرابة أن تكون فلسطين حاضرة وماثلة أمام الشعب في كل حدث فهذه هي البحرين حاضنة القضية الفلسطينية منذ الفجر النكبة الكبرى بحرين الشهيد محمد جمعة والشهيد حازم الشتر وبحرين الشعب الذي طالما خرج ولبى نداء نصرة فلسطين وشعب فلسطين ومن هنا نقول دعوا هذه الثوابت لا تلعبوا بهذه الورقة يا دعاة التطبيع فمعركتكم خاسرة فلن تحتلوا الوجدان ربما إلى حين امتلكتم العرض والحجارة والمال والإعلام لكن تبقى الوجدان هو حصننا المقدس الذي سنحافظ عليه وننقل فيه صورة صورة فلسطين جيلا بعد جيل وهو أقوى من كل أقماركم الصناعية المطبعة لم يتبقى شيء في هذا اليوم غير الوجدان وهو ما نراهن عليه بهذه المبادرة التي تمثل مجتمعنا المدني اليوم رهاننا عليها رهان ضمير ضمير شعوبنا في الخليج العربي رهان على وعيهم على عروبتهم على أصالتهم على فطرتهم النقية التي لا تقبل إلا أن تصطف خلف الحق وتأنف أن تميل إلى الباطل واسمحوا لي أيضا أن أقول ماذا تبقى منك يا حبيبتي ماذا تبقى منك يا حبيبتي يا شهقة لما تزل تشق لبة مهجتي يا لهفة الضمآن يدعو من يروي لهفتي يا موجة الشطآن ما زالت تدور على الدنى من يا ترى يوما سيأوي موجتي ماذا تبقى منك يا حبيبتي ماذا تبقى منك يا حبيبتي بالأمس أنت قضيتي وضحكتي ودمعتي وبسمتي وآهتي ونظرة الحب التي حارت بمحجر مقلتي ماذا تبقى منك يا قضيتي ماذا سوى اسمك يا قدس وهذا الوجد والوجدان في عقيدتي ونبضة الحوحي التي لما تزل في نبضتي في دمعتي في صرختي في زفرتي في شهقتي وفي ضميري أنت أنت قضيتي والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر